وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي أن ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاد وأشر الرئيس السيسي لأنها كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلا وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض وتقدم الرئيس السيسي برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنا لرفض التطرف والإرهاب كما توجه بتاحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت للعالم كله أنه الشعب الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقينا والأشد يقينا بدولته ومؤسساته الوطنية مؤكدا أنه يثبت للعالم كله صحة اختياراته مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحموله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدي